مزايا مهمة لتجربة أفضل في اليوتيوب السلام عليكم جمعنا في هذا الفيديو مميزات مخفية لازم تعرفها في تطبيق يوتيوب أول ميزة هي شريط الفيديو عادة وإحنا نتفرج على الفيديو نحتاج نرجع أو نقدم المقطع إما نضغط مرتين على اليمين أو اليسار أو نسحب الدائرة الصغيرة الموجودة تحت لكن في ميزة إضافية دعونا نشوف شريط الفيديو نستمر بالضغط على الدائرة ونسحب الفوق كذا يكون أسهل علينا لما نريد نقدم أو نرجع لمقطع محدد طيب تكون واضحة طيب كلنا نعرف طريقة الضغط مرتين عشان يقدم المقطع بس أحيانا يكون عندنا فيديو طويل والمدة الافتراضية عشان نقدم الفيديو هي 10 ثواني نقدر نغيرها من الصفحة الرئيسية لليوتيوب تروح إلى صورة الملف الشخصي وبعدها الاعدادات ونختار اعدادات عامة ونروح إلى تخطي إلى الأمام وإلى الوراء ومن هنا نختار المدة الافتراضية وعندنا من 5 ثواني إلى 60 ثانية فالطريقة راح تسرع عملية التخطي بشكل كبير الميزة اللي بعدها مفيدة للي يحتاج يشوف الفيديو أو يسمع أكثر من مرة ونقدر نوصل للميزة هذه لما نشغل أي فيديو نضغط على الشاشة وبعدها نروح إلى الاعدادات ونفعل تكرار الفيديو هالطريقة الفيديو لما ينتهي راح يشتغل من نفسها مرة ثانية ونقدر نشوف الوقت اللي قضيناه في اليوتيوب من الصفحة الرئيسية نضغط على صورة الحساب وبعدها مدة المشاهدة من هذه الصفحة بنعرف المعدل اليومي للمشاهدة ومجمل الوقت لسبعة أيام وفيه خيارات تفيدنا عشان سيطر على أوقات المشاهدة مثل تفعيل خاصية التذكير بالتوقف أو التذكير بوقت النوم وتفعيل ميزة التشغيل التلقائي الميزة الأخيرة خاصة بنسخة اليوتيوب للمتصفح أحيانا نتفرج على فيديوهات ونحب نشاركها للغير على لقطة معينة نقدر نسويها من خلال الضغط على زر المشاركة وبعدها نفعل خيار وقت البدء طبعا بشرط يكون الفيديو واقف على اللقطة المطلوبة والآن ننسخ الرابط ونشاركها وبكذا وصلنا إلى نهاية الفيديو يعطيكم العافية عن متابعة ومع السلامة